السلام عليكم مشاهدين الكرام وقعت مواجهة كبيرة مبينة المغرب والجزائر في رواق الجمعية العامة للأمم المتحدة وحناك مغاربة لابدوا الدماء نعرفوا ايش ندقل فرد المواجهة كيفاش كيف يفكروا جزائريين واشنو كيقولوا واشنو هو الوطر اللي كيلعبوا عليه وكيفاش كان دار الرد ديال الاسد عمر هلال السفير الدائم للمملكة المغربية بالأمم المتحدة باش نخدم من الرد ديالس عمر هلال كيفاش ممكننا احنا نردو كيفاش ممكننا احنا نتصداو لمناورات خصوم وحدتنا الترابية فطبعا خلال الكلمة سي احمد عطاف وزير العداوة المغربية وزير العداوة الجزائرية لانمشي وزير خارجي وتكلموا بالمسائل اللي يركز عليها في قضية الصحراء المغربية وهو ضرورة التفاوض المباشر ما بين المملكة المغربية ومرتزقات القوليساريو ودائما كيعاود ديالس عسطوانة ديالتقرير المصير ان الشعب الصحراوي او ما كيسميه هو الشعب الصحراوي يقرر مصيره طبعا نرد عليه الساعة عمر هلال اللي كان دائما موجود لهذه المناورات فيه طريقة قررد على بلد أخوي وجار قال له بلد أخوي وجار بشي صحلو بعض الأمور ويدير تعليق وقال بأن الجزائر خصها تفيق من ذاك الحلم ديالها حلم الحرب الباردة وقال له بأنه وصف الصحراء نستقلات واندمجات مع الوطن الأم المغرب منذ خمسين سنة وذكرهم قالوا في هذه القاعة كان هناك حل تم اعتماده بحضور جزائر هو قرار 345 بي الذي أعلن عن نهاية الاستعمار الإسباني وعودة الصحراء إلى الوطن المغرب بمقتضى اتفاقية مادريد تماشيا مع القانون الدولي وهذا طبعا كذلك يتماشى مع خطاب لهواري بومدين بالرباط أثناء انعقاد القمة العربية لأن خطاب بومدين قال فيه لأنه يدعم كل شكل لنهاية الاستعمار بالصحراء نهاية الاستعمار لأنه في ذلك الوقت كانت الصحراء مستعمرة من طرف الاستعمار الإسباني بعد سنة تم استقلال الصحراء وعودتها إلى أرض الوطن وكيقول وزير الخارجية على أنه يدعم المبعوث الأممي والشهود الأمين العام وهذا طبعا عمر هلال اعتبره بأنه ضر الرماد عن العيون وكذب وقال له بأنه المبعوث الأممي تم تعينه مدلت سنوات لماذا لم يتم الاجتماع معه فقط لأن الجزائر ترفض العودة إلى طاولة مفاوضات وترفض الحلول حقائق في واضح النهار أمام ومع العالم وهناك عدة أمور أو عدة حقائق ترفض الجزائر الاعتراف بها وذكر بأنها 109 دولة كالدعم الحكم الذاتي الذي اقترحوا المغرب 19 منها من الاتحاد الأوروبي وذكر بعض أسماء وفي هذه قاعة ضمت أصوات للمبتلين دوار كالدعم مغربية الصحراء وكينتسعدوا 20 قنصولية مفتوحة في الصحراء المغربية ورقم 30 رقري بجي وآخر كذلك واتمنى لأن الجزائر تغير نضادر دياولها لكي ترى الحقيقة حول ما يدور وهنا عمر هلال وقف عن التطور الاقتصادي بالصحراء المغربية اللي ما كتبغيش الجزائر تشوفوا ودار ملاحظة وقال على أن وزير الخارجية كتتحدث عن التهديد الإرهابي في المنطقة وقال له نعم احنا متفقي معه التهديد الإرهابي اللي كتعيشوا في المنطقة ومعها التحليل ولكن وزير الخارجي الجزائري إنسا بش يقول لنا علاش لماذا هذه المنطقة تعرف الإرهاب وهنا عمر هلال ورق عليهم زينا نقل له الجزائر هي المشكلة هي أم المشاكل في الساحل والصحراء قال لهenchين الإنفصاليين فين كين الإرهابيين فين كين المنتطرفين قال له��외 كين في الصحراء انا عفوني قال له كينين في أرض الجزائر سولوا قال له خين كينين فين كين الإنفصاليين فن هم الإرهابيين خين هم المنتطرفين عمر هلال قال له إنهم في أرض الجزائر قال له حدودكم ملوثة بالإرهابيين وصطر عمر هلال أن الجزائر أو أن الوفد الجزائري ما تحدثش عن الحلول وخاطبهم قال لهم أوقفوا التدخل في الشؤون داخل أكثر المنطقة يحترموا الإرادة السياسية لجيرانكم يحترموا الاختيار السياسي للبلدان وطبعا الوفد الجزائري يستعمل حق الرضع وتكلم السفير الدائم لجزائر الجار العدو في الأمم المتحدة وقال الوزير الخارجية أو قال في الجزاء لأنه هو مرع هلال شحم دولات حدثت على القليل الصحراء ولكن الوفد المغربي شاف غير جزائر ورد غير الجزائر علش ما تكلمش على أطراف أخرى أناسي عمر هلال أخذ الكلمة أرداليه وخليه على أن لماذا المغرب تذكر عشرين مره الجزائر لأن الجزائر كل يوم كتدرب الانفصاليين كل يوم تأوي الإرهابيين منذ خمسين عام وكتخليهم عبروا الحدود وتوجه الإعانة الإنسانية مبعوث أموي وعندما كتقرص أنها قدي تستقبله كتشتارط على أن اللقاء يكون سري وما يكون فيه حتى شيء بلاخ وكترفض كذلك العودة إلى الموائد المستديرة إذن بهذه الحقائق سيد عمر هلال واجه الآلة العدائية دي الوفد الجزائري كيمثل النظام الجزائري وطبعا عمر هلال كيتتكلم بإسم توجهات المملكة المغربية لكتصدر خصوم من الوحدات الترابية في إطار سياسة الواقعية لكي نتاجها جلالة الملك محمد السادس نصره الله والجزائر دائما كنتتكلم على على أنها تدعم شعور في تقرير مصيرها ولكن دائما كنتتوجهت تقرير مصير كان غير في استفتاء كانش في أشكال أخرى ونسات بأنه سكان أقلي من الجنوبية لأنه كتقول شحب صحراوي شكتكتب زياج صحراوي فأقلي من الجنوبية كان سكان أقلي من الجنوبية وهما قروا مصيرهم بطرد الاستعمار الفرنسي والالتحاق بأرض الوطن وتقديم البيعة والولاء والإخلاص صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وممتلين دي السكان المناطق الجنوبية خرجون بسنادق الاقتراع بناء على الانتخابات كتكون تماما وكتشاركوا فيها السكان أقلي من الجنوبية بكل حرية سواء ممتلين دي لهم في جماعة محلية جماعة ترابية جماعة إقليمية في المؤسسات الجهوية وفي مجلس النواب ومجلس المستشارين هذوك اللي موجودين محتجزين هذوك المحتجزين كينين واحد انفصاليين لقاوموا بعض الأمالية وكينين محتجزين الذين أرغموا على الرحيل من أقل من الجبية رحلوا عدوانا وعنفا وتم احتجازهم في مخيمات تندوف وإذا كانت الجزائزة الداعية لأنه قديل الصحراء هي آخر محطة في الاستعمار في الاستعمار هذه القديمة كيناش في الضينها كلا استعمار لو ولكن لقد تدرى الاستعمار كينجوش حالات الاستعمار في الجزائر ذاتها أولا الصحراء الشرقية اللي هي أرض مغربية واخذتها الجزائر واخذتها فرنسا واصلمتها الجزائر وقابلة الجزائر إنها وريطة الاستعمار الفرنسي طال الزمن أو قصور سنحرر تلك المنطقة ونحن لا نعترف وأكيد أن الفعالية والشعب المغربي لا يعترف بانتفاق ترسم الحدود لأن الجزائر أخلت بالتزاماتها بمقتضى هذا الاتفاق كما أن هناك شعب القبائل اللي كتطلب التحرر من الاستعمار الجزائري طبعا كان أصوات مغربية تطالب بمساندة ودعم الشعب القبائلي للحصول على استقلاله هذه هم المستعمارات لبقين في إفريقيا أما في السحراء المغربية فقد تم تحريرها واسترجاعها وعودتها إلى أرض الوطن أما خلصهم حدثنا الترابية وميد دوغي البرد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى أبركاته